السلام حبابي تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير عيد مبارك سعيد تكونوا بالخير والرباح وكل ما تمنتوا تنتمنى ربي سبحانه وتعالى حقق لكم قعل اماني ان شاء الله بحول الله وقوتي اليوم سنحطوه واحد صغار رائع 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 بزاف اللي ستعطيكم واحد طاقة ايجابية في البيت وتحيد لكم النحس تحيد لكم التمرير تحيد لكم طاقة لدخلاتكم على العين او دخلاتكم على الحسد او دخلاتكم على السحر المرشوش او دخلاتكم على طريقة النحس ديال انسان جاء عندك ولكن صابك بالعين وخلاك دائما عندك مشاكل اما في الجسد ديالك واما ولادك تمرضو بكثرة وعدنا طاقة عدنا طاقة الخمول والكسل الكسل اللي تيجي مستعرفيش انه علاش ما قادراش توقفيه علاش ما قادراش تخدميه علاش ما قادراش انك تكوني ايجابية في بيتك تكون عندك كسل مرض خمول عدنا نحس في البيت اذا اليوم قادي نعطيكم محط صيغة رائعة كل شي عندك في البيت ما قاديش تحتاج التحاجة عندك هاد المكونات داخلين البيت داخلين عندك في البيت وتستعملهم دائما اذا كيف ارقي نفسي كيف ارقي نفسي بنفسي في المنزل بطاقة طاقة كانوا النساء ذي الزمان كانوا تديرها ترقوا بها البيت وتحيدوا بالنحس بحلاجة عندك شي شخص معين وصابك بالعين في البيت بقيتو مراد بقيتو عندكم قلة الفلوس بقيتو عندكم واحد نحس ديال هذه الطاقة لدخلات العتبة اذا بغينا احنا نحاول اننا نحيدو هذه الطاقة اللي عندنا ديال النحس لان اطرت لي على ولادي تمرد واحد وتنود واحد دائما عندنا المرض بكثرة في البيت اذا هذا سيكون نحس اما من عين حاقدة او حسد او طاقة سلبية دخلاتك على طريق السحر المرشوش او عندك مشاكل في البيت مع الزوج ديالك لا تنتهي دائما عندك مشاكل اذا هذك مشاكل ديال السحر مرشوش او السحر التفريق او اي حاجة غادي ان شاء الله بهذا الوصفة غادي الدوم عليها كل مرة تديرها حتى ان شاء الله تشفي من هذك طاقة السلبية اللي عندك في البيت اذا بغينا نحيدو هالطاقة خاسنا نجيبو الملحة الملحة تكون غير ديال الطعام عادي ماشي سخرية ماشي بنية ماشي حبيبات غير ملحة الطعام عادية وغادي ناخدو الفحم قطعة قطعة كبيرة قطعة تكون كبيرة وقطعة صغيرة هذ القطعة صغيرة غني نحتاجها للمال الناس اللي عندهم التابعة في المال الناس اللي عندهم قلة المال في البيت دائ tongue عندهم قلت الوفرة في البيت لدان عندنا قطعة كبيرة وقطعة صغيرة على نية اننا بغينا نطه sabemos العتبة والبيت والزوايا والمكان ولاولاد وكل شيء غادي اترقيب هاذ قطعة السحم ادوليها كيفاش ولكن غادي نعطيك واحد طاقة اللي غادي انتية تتخدمي بها في البيت ديالك وغادي تحسي بالراحة اذا طاقة ايجابية كيفاش غادي نديروها كيفاش غادي نخرجو لك العين وكيفاش غادي نترتقوها ونحيدوها ونبعدوها من البيت بالكامل اما الحقيبة غادي نعطيكم تهي طاقتها وغادي ان شاء الله تخلصوا من التوابع مرة مرة ديروها وما تنسوها حاولوا تديروها في واحد مذكرة تكتبوها على نية انكم تذكروا الحاجة اذا غادي نجيب واحد تقريبا خمس معالق ديال الملحة خمس معالق ديال الملحة لان الملحة تتحيد الطاقة السلبية بخصوصا الناس اللي بغين انهم يترتقوها تحت منهم ركينا في القناة الملحة الصخرية الانسان اللي عنده تقاف عنده منع من شي حاجة عنده منع الزواج منع العمل المنع كينا في كينا في القناة اذا غادي ناخد الملحة مع قطعة كبيرة ديال الفحم غادي ناخد هاد هادي اما ناخدها يوم الاثنين ولا ناخدها يوم الخميس ولا يوم السبت انتم بالاختيار اذا بغيتوا تتخذوها في اي يوم انتم في الاختيار ولكن خدوها يوم الاثنين ولا يوم ديال الفحم غادي ناخد هاد هادي اما ناخدها يوم الاثنين ولكن ناخد يوم الخميس ولا يوم السبت إلا بغيتوا تتخذها في أي يوم ولكن خذوا يوم اثنين أو يوم السبت أو اختاروا أي نهار بغيتوا لأن إن شاء الله تحصلوا على طاقة زوينة في أي وقت وصلتك تديرها بحول الله وقوته ولكن بعد النهارات يكونوا فيهم طاقة إيجابية بحال الخميس بحال الثنين بحال يوم السبت يحيدوا فيه طاقة النحش دي التابع. إذن كيف أرقي نفسي بنفسي ونحيط طاقة النحس آآ السيطرة آآ الخمول اللي مسيطر لي على الخمول اللي مسيطر لي على البيت ديالي ودائما عندي نحس مع أولادي دائما عندي مشاكل دائما عندي مرض في البيت دائما احنا مرض دائما ما قادرينش خدمو دائما ما قادرينش نمشو عد الناس دائما ما قادرينش نخرجو من البيت. إذن هذا كله طاقة النحس. إذن غادي ناخد هاد الفحم وغادي ندوره على زواية البيت. حتى الأولاد غادي ندوره عليهم. حتى نفسك. حتى الزوج ديالك. حتى المكان اللي تتحطي فيه التموين. الحاجة اللي تتحطي فيها الأكل اللي تتخذني ديال الشهر. هو غادي نحاول أنني ندوز عليه لأن هادي غادي بحول الله غادي تديرها على نية طرد النواحس من البيت. طاقة السلبيات. طاقة النحس. طاقة. أي طاقة غادي تحيدها بإذن الله. غادي نبدأ بالأولاد. هي اللولة. غادي تقري صورة الفلق. كل ابن أتقري عليه مرة واحدة صورة الفلق. ولكن من توصلي العقد. تقري صورة الفلق. من توصلي العقد أتكرهها سبع مرات. قد غادي تكرهها العقد. غادي تكرهها سبع مرات. وتكملي الصورة. كل ابن أو راسك أو الزوج ديالك أو المكان اللي تتنامي فيه. المكان اللي تتجنس فيه. المكان اللي تتبخو فيه. إلا المراحل لا. ولكن كل زاوية. زواية البيت. بحال هدو مز زواية ديال البيت. الزواية ديال الغرفة. بحال هذه الزاوية. هذي الزاوية. غادي الرقي. قولا عودوا برب الفلق ونكمل الصورة. ونجيل هنايا ونكرر ولكن العقد نكررها. باش يتحيدوا قاع العقد اللي عندك في الجسد ديالك. وفي البيت في الغرف في المكان اللي تتجلسوا فيه. آآ المطبخ. المكان اللي تتحطو فيه لأكل. اي حاجة غادي ان شاء الله تقرأوا صورة الفلق على نية طرد التوابع. وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته. غادي تقرأوا على الملحة صورة صورة الشرح سبع مرات على الملحة. صورة الشرح وتنفتيع لها. وغادي تحطي هاد الفحم هنايا. هنايا. غادي تحطي هاد الفحم. اما هادي غادي ان شاء الله الحقيبة ديالك. إذا كانت عندك مشاكل في الحقيبة ما سيبقاوش عندك الفلوس. او انك دائما عندك واحد طاقة سلبية في البيت. غادي ان شاء الله آآ غادي تخضي واحد المنديل بحلقة. غادي تخضي واحد المنديل. وغادي تحطي هاد الفحم هاكا وتقرأ عليه صورة الواقعة. وتقرأ عليه صورة الواقعة وتوضعها في الحقيبة ديالك. لطرد النحس وجلب الخيرات. اذا هادي للحقيبة. للحقيبة ضروري تديرها لانها رائعة. من بعد غادي تبقى اصبع وتحرقها والرمد ديالها تلوحيه في مكان عاشب. اما هاد الملحة اللي قريت عليها صورة الشرح. اما الفحم غادي اه بعد ما قرينا على البيت والزوايا والغرف والابناء وكل مكان قرينا عليه صورة الفلق. بعد غادي نحطها في الملح اللي قريت عليها صورة الشرح. سبع مرات ونخليها مدة اسبوع. انخليها في مكان عالي في البيت. انحطها في مكان عالي. على نية انك بغت تخلصي من التوابع ديال. اه طاقة سلبيت خلالتك للبيت. اه عندك المشاكل. عندك مرض. اه ابناء غير متفاهمين. عندنا الصداع. عندنا المشاكل. عندنا قلة الفلوس. عندنا المرض. عندنا مشاكل. دائما احنا محتارين في امرنا. اشنو واقع. اشنو اه كين احنا هكا. اذا تكون هديك. تتكون حسد. وعين وطاقة سلبيت خلالتك. على طريق. اه العين الحارة او السحر المرشوش. اذا غادي تحلي العقد. اذا احنا قرينا صورة الفلق. باش نحلوا العقد. غادي اليوم السابع. اليوم السابع. اه غادي ان شاء الله تشعلي. اه تشعلي الفحم. اه غادي تشعلي الفحم. وتحطي هذه القطعة وسط الفحم. غا تشعل فيها النار. بحالة حرقتي التابعة. حرقتي المشاكل اللي عندك. حرقتي العين الحارة. حرقتي التوابع. غادي بعد ما تشد فيها العافية والنار في وسط المجمر. غادي تضيفي الملحة. خليها الترتق في البيت. غادي ترتق وسط المجمر. ولكن المجمر يكون فيه اه الفحم كثير. باش انكم تخلصوا من التوابع. تحاولوا تضيبوا مجمر. يكون فيه الفحم شاعل زيان. اه وسط المجمر وخليها تشعل فيها العافية باش تحيدي التوابع. اما الملحة اضيفها اه ان شاء الله باش ترتق في البيت. غادي تجمعي هادك الرماد كامل وغادي تلوحيه في مكان عاشب. المكان يكون عاشب اتخلصي من التوابح. دكش بحرعة تلوحيه. تلوحي ديك الرماد والملحة اللي قدرتها وسط الفحم. ولو انها تكون وسط المجمر والمجمر والرماد غادي تجمعي كل شي هادك الرماد وتلوحيه في مكان عاشب او تلوحيه في بحر او تلوحيه في وال. المهم تلوحي اي حاجة عندها صلة بتاقة سلبية اللي حيتها. اما هادي غادي تحطيها فوق البوطة غاز. وخليها انها تشتعل تتصير رماد. وبعد غادي نجمعها اللوحة في مكان عاشب. ولكن تبقى في الحقيبة ديالك مدة اسبوع. وبعد نحرقها فوق البوطة حتى تتصير رماد. وبعد غادي نهزها واللوحة ديرها في المنديل ديرها واللوحة في مكان عاشب. لانك غادي تحرق التوابع اللي عندك دير قلة الفلوس. وفي نص الوقت غادي تكون عندك واحد طاقة ايجابية. اذا احبابي لعجبكم الفيديو خليونا لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تابناؤه بحول الله وقوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.